اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متابعين كرام التي تتأثر بها المناطق الجزائرية خاصة الشرقية ودولة تونس وايضا المناطق الشمالية الغربية لدولة ليبيا هذا الاضطراب متابعين كرام من المحتمل ان يتواصل في التقدم الى دول بلاد الشام وايضا الشرق الاوسط اذا سيشمل دولة ليبيا السواحل بحول الله تعالى بامطار غزيرة ومعتبرة ورياح قوية ايضا عاصفية ايضا دولة مصر قد تشد ايضا امطار غزيرة ومعتبرة بحول الله تعالى امتداء من يوم الغد الخميس السادس من شهر فيفري بحول الله تعالى يوم الجمعة السابع من شهر فيفري ان شاء الله نتوقع وصول هذا الاضطراب الى دول بلاد الشام سوريا لبنان ايضا فلسطين ايضا دولة الاردن وايضا دولة العراق بحول الله تعالى يوم السابع الثامن والتاسع من شهر فيفري بحول الله تعالى سيعطي ثلوج قوية امطار غزيرة ومعتبرة واجوى ستكون باردة شتوية بامتياز متابعين الكرام اذا هنا نتابع ايضا دول متابعين كرام شمال القارة الافريقية كما قلنا دولة مصر وليبيا ستتأثر بهذا الاضطراب دولة تونس والشرق الجزائري ستتأثر بهذا الاضطراب لكن اطرافه فقط ويعطينا رياح قوية متابعين الكرام واجواء باردة خاصة على المناطق الشرقية دولة ايضا المغرب والمناطق الغربية الجزائرية اجواء هادئة اجواء تقريبا ربعية صيفية في بعض المناطق نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة وسيطرة المرتفع الازوري على كل هذه المناطق الصحراوية الجزائرية ودولة المغرب اذن الحالة متابعين الكرام ستتواصل الى غاية الجمعة لتعود مجددا درجات الحرارة في الارتفاع على المناطق الشرقية ودولة تونس متابعين الكرام الى تقريبا منتصف شهر فيفري ان شاء الله اذن ان شاء الله سنوفيكم بكل ما هو جديد والدول ايضا المعنية بالثلوج والانطار في الايام القليلة القادمة في نشرية جوية تحذيرية بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته